السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير بداية اسبوع موفقة للجامعة ان شاء الله اليوم سوف نشوفوا مع بعض دينا حلوة لشرب الشاي او لادوزاتي سهل وسريع التحضير في متناول جامع يخرج كمية كبيرة كنبغيوا بحل هاد الاقتراحات يكونوا حاضرين في المائدة ديال القوتي او لنقدموه الضيف ديالنا سوف نشوفوا مع بعض دينا الشهدة او لحلوة ديال الشهدة بالطابع الجديد ونخرجوا بها جوشكيلات خليكم معي اخواتي من الولتا الاخير نشوفوا مع بعض دينا الطريقة والمراحلة ديال تحضير هاد الحلوه هادي وما تنسونيش فضلا من شجاعت ديالكم بواحد لايك وتعليق من تعليقاتكم زوينة المحافزة ومرحبا بالاخوات اللي انضموا جداد وشكر كبير الاخوات اللي مساندينني مندو بداية القناة سوف نبدأوا على بركتي الله بالمكونات وحنا من نفس الوقت نطبقوا مع بعضياتنا الوصفة سوف نحتاجوا 150 جرام ديال الزبدة بالنسبة للزبدة المارغارين هنا ينكون مخرجينها من قبل من تلاجة أنا يمخرجها من قبل من تلاجة ولكن الجو راه بدك يبرد شوية سوف نقطعها بسيكين كيف شدتم معي بشجيني سهلة انني نخدمها سوف نضيف لها مباشرة جوش كيسان ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات بالنسبة للقياس ديال الكاس هو كاس العنبة او كاس شاي المغربي لكوزلينة 150 ميلي لتر سوف نضيف معها جوش كيسان ديال زيت نباتية قبيص صد الملحة منسوهاش لتصحيح الدوق يعني ولو كيكونوا عندنا حلويات ضروري من قبيص صد الملحة سوف نضيف كيس ديال السكر منسم بالفانيلا ونخدم الزبدة مع السكر سانيدة دائما سانيدة من الاحسن تكون بالحجم اللي هو رقيق باش كتعطي حلوة اللي كتكون زوينة دائما كن اكد عليها سواء في الكيك او الا في الحلويات سوف نضيف الزبدة مع الزيت ومع السكر سوف ندامجه مزيان مع بعضياتهم وبهذا الحركة هدي كنحاول انني ندوب الزبدة وكيف قلت من الاحسن نكون مخرجينها من قبل من تلاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ كان معكها بالكف ديال يدي ديالي بالنسبة النوعية ديال زبدة انا كان خدم بالنوعية ديال اتلس ممكن تخدموه حتى بونا كانت تعطي مدق لي هو زوين انه هي هاد النوعية اللي كتعجبني كان خدم بيها سوف نضيف ثلاثة الحبات ديال البيض وسوف نضيفه ملعقة ديال المربا او لا معلقة ديال المربا الكون فيتور اللي كيكون خفيف شوية خاص بالحلويات انا هنا عندي ديال مشماش ولو في واحد القطع اللي هم صغورين ضفتو كيس ديال الفلون بذوق الكراميل يعني هاد الحلوه هدي كيجي فيها واحد المدق اللي هو زوين مدق مميز بمدق الكراميل وشوكولاتة وكتجي مقرمشة لديدة وكتخرج كمية اللي هي كبيرة صدقوني هاد الحلوه هكتجي لديدة بزاف ولو انها بسيطة كتجي لديدة بزاف والقرمشة ديالها كتدم مدة طويلة سندمج المكونات كاملين مع بعضياتهم يعني الزبدة مع الزيت مع السكر مع البيض البيض دائما ما نضيفه حتى نشوفوا المكونات كاملين ندمجوا يعني الزبدة والزيت والسكر سنضيف واحد المعلقة كبيرة عمراء ديال شوكولاتة فيرميسيل انا هنا عندي جوج للانواع ديال شوكولاتة فيرميسيل واحدة اللون ديالها غامق و واحدة اللون ديالها بوني يعني دير واحد المعلقة كبيرة او لوحد نصف كاس يعني على حسب الكمية ديال الحلوى اللي عندكم بالنسبة للشوكولاتة فرميسيل كنكونوا دينها في تلاجة من قبل باش هكا ما كدوبش لينا غادي نضيف كيس ديال الخميرة كيموية مع واحد ازلافة في اللول ديال الدقيق وغادي نبقى نجمع في الخليطة ديالي بالنسبة لكمية الدقيق غادي نبقى نضيفه شوية بشوية وحنا ياك نجمعه ما نزعموش دائما الحلوة نبقى وغادي نشوية بشوية وما ندلكوش العجينة ديالنا نخدمو الأصابع ديالنا على شكل فوقشات يعني كنبقى ندوروهم بحال هكا حتى غادي نحصلو على واحد العجين اللي كيكون متماسك ما تكونش خفيفة وما تكونش قاسحة هادي الكتفة ديال العجين يعني خاصها تكون في هاد القياس هادا من نجربو باليد اللي ما كان عجنوش بيها اللي لقاء العجين ديالنا ما كيلتسقش في اليد ديالنا سفي كنكتفيه من كمية الدقيق كم بدنشكلها بحال هكا شوفوا معي من كان قياس باليد ديال ما كتلتسقش سفي القياس ديال الحلوة هو هادا في الدقيق هادا في الدقيق كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق والحجم ديال اللي بيض كل دقيقه هو هنا عندي واحد تباصيل فيه سكر سانيدة وعندي تباصيل فيه الدقيق اللون ديالهم بيض ما كيبانوش وهذا هو الطابع اللي غادي نخدم به هادا الطابع ديال شهده فيه جوج كيف كنقوله جوج وجوه وجه فيه طابع ديال واحد يعني بحال كي كنسميه البرابول يعني هادا الطابع جديد وثمن دياله جد مناسب ونتيجة دياله زوينا عندكم طابع ديال شهده القديم خدموا به كنبدأ ندير الحلوة ديالي لوجه ديالها في سكر سانيدة وهنا عندي دقيق وخمكي بنش اللون دياله لانه هو بيض كان بدأ ندير فيه هادا الطابع وكان ضغط مباشرة شوفوا معين غادي نقرب لكم ممكن انكم تحطوهم مباشرة في الطوا وضغطو عليها انا هنا غير باش نبيين لكم كان دير الوجه ديالها في سكر سانيدة هنا غادي نخدموه بشكل الليولاني اللي هو الشهده غير كان ضغطوه وكان هز مباشرة عندما كيف كتشوفوا معي الى بعد المرات كتبخشي شوية ديال عجينة مره مره حاولوا انكم تنضفو هادا الطابع بدك العودة ديال الشوى غير ما تنسوش انكم كتبدو تديروه مره مره في الدقيق والنتيجة ديالو زوينة عجبتني الخدمة به بصراحة كتجي شهده ديالو زوينة شوفوا معايا كيف كتكون بشوكولاتا فيغميسيل وبذوق الكراميل هنا عندي الطوا اناي الطوا كان نرشها بشوية ديال دقيق وكان بدا نحط فيها مباشرة بغيتو الدهنوها بشوية ديال زيت نباتية دهنوها كيبقى لكم الاختيار على العموم هادا الحلوة ما كتلتسخش وحاولوا انكم نتخليوا شوية ديال الفراغ بناتهم لانا تبارك الله كتسيحشي شوية وكان بقى غادا في واحد الوقت اللي هو قصير كان نخرجوا كمية كبيرة بهاد الطابع هذا وكيف شفتوا معايا كنا بدان استفاهنا يوجدت هالطاوات وغاديندوزوا باش نشوفوا النوع التاني او الشكل التاني يعني الرشمة هادي ديال الطابع اللي كتكون في حفرة في الوسط طبع لشكل ديال برابول او لوريدا كل واحد وش كيسميها تهد زوقة هادي اعطات نتيجة زوينة بزاف بطبيعة الحال كان ديروا دائما في الدقيق وكان بداء ان طبع هنا يرس تفتم او لحطيتهم مباشرة فلاطا ممكن انكم تحطوهم مباشرة فلاطا وكيف قلت اخواتاتي في بداية الفيديو بحل هاد النوع ديال الحلوة كيصبر وكيدوم واحد المدة طويلة يعني وكتبقى محافظ على القرمشة ديالها وكتخرج كمية كبيرة نبغيهم يكونوا عندنا فضل لديو في الغفلة او لكويز ديالاتي مرة مرة انغيروا بحل هاد الاقتراحات هادو ديال هاد الحلوية او لهاد النوع ديال الحلوة صافي هنا يا بعد ما كملت الكمية اللي عندي كاملة غادي ندخلهم يطيبوا في الفران بالنسبة للطياب ديالهم كنشعل الفران يسخن على النار اللي هي متوسطة حتى كيسخل لنا الفران وغادي ندخل الطواتة ديالي من جهة السوفلة كنكون مشعلة عليهم غير من جهة السوفلة ما كنشعلش عليهم من الفوق حتى كنشوفوا الحلوة ديالنا بدا تكطيب شوفوا معي اه زواقة كيفاش كتكون يعني في واحد زواقة اللي هي يزوينة بزاف انا عجباتني كيف قلت هاد الزواقة ديال هاد الحلوة هادي غادي ندخلهم حتى غادي نطيبوا وما يفوتني شنقول لكم ان نفس العجين يعني بنفس العجين ممكن انكم تخدموا به اي نوع ديال الحلوة كتبغيو يعني العجنة ممكن توضفوه كيف ما بغيتو الحلوة ديالي بعد ما طابت هدا هو الشكل ديالها بعد ما كتطيب بالنسبة لهذا النوع هدا اللي كتكون في حفرة في الوسط خديت شوية ديال شوكولات دوبتو في حمام مريم وعمرت به هاد الحفيرة هادي اللي كتكون في الوسط كيف ما يمكن لكم تاخدو دكس ضيفة ديال الحلوة او لا اه كان اسميهم صديفات ديال الحلوة عفوا ديال شوكولات وكنحتهم مباشرة والحلوة ديال نسخونا يعني غير كتدوب وكتلصق انا زيانتهم على هاد شوكولات دايب وبالنسبة ديال الحلوة ديال شهده خليتها كيف ما هي ان شاء الله غدي نجربوهو تشوفو معايا كتخرج الخير والبركة اما القرمشاء ما نقول لكم كاتجيل ديال مدق ديالها غزال وكاتجيل مقرمشاء كتدوم مدة طويلة يكفي ان انا نحتفظو بها في علبة محكمة الاغلاق وممكن ديروا معها واحدة طريف ديال الطوبة كيف كنقول صغورة ديال السكر وكتبقى مقرمشاء انتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم بارتاجيو الفيديو مع الحباب ديالكم والمعارف ديالكم ما تنسونيش من واحد لايك وتعليق مشكورات اخواتي من بابي التشجيع والتحفيز شوفوا معايا القرمشاء ديال هكي فش كتكون خليت لكم الراحة ولهنا ونطلقوا ان شاء الله